اشتركوا في القناة وفي هذا الفيديو سوف نتطرق لموضوع مهم جدا عن ترويش الطيور وكيفية التصرف في حال كان المكان بارد بفعل تشغيل المكيف وما الذي يجب علينا فعله في حال ارتفاع درجة الحرارة في المكان وما هي درجة الحرارة المناسبة التي يجب أن نوفرها للطيور في المكان الذي تعيش فيه وما هي الامراض التي نواجهها بشكل اعتيادي في فصل الصيف وغيرها الكثير من الاسئلة والاستفسارات المهمة لكم ان شاء الله كما تعلمون احبتي في الله نحن الان في فصل الصيف ودخلت علينا بعض الايام الحارة جدا وممكن ان تأتي ايام حارة اكثر من الايام التي مضت وهناك كثير من المربيين لا يعلمون طرق التصرف مع الطيور والعناية بها في هذه الاجواء الحارة اولا اخي المربي والهاوي طائر الحسون مثلا وكما تعلم هذا الطائر من الطيور البرية الاصل حتى لو كان هذا الطائر من تفريخ المزارع او الاقفاص تبقى اصولها برية وكما تعلم ايضا ان الطيور ليست من مكان واحد او برية واحدة فمنها من هو من الجزار ومنها من هو من تونس ومنها من هو من المغرب او من مصر او من فلسطين ومنها ما هو من الامازون ومنها من هو من اندونيسيا ومنها من هو من دول اوروبية ومنها ما هو من امريكا الجنوبية ورغم اختلاف بيئة جميع هذه الطيور الى انه ومن خلال خبرتنا المتواضع نلاحظ أن أفضل درجة حرارة لكي يكون الطائر فيها مرتاح هي 28 درجة مئوية إن زادت درجتين أو قلت درجتين لا بأس بها وبما أن درجة الحرارة اللازمة لكي تكون طيورك مرتاحة هي 28 درجة مئوية أنا كهاوي طيور ما هي الطرق التي تعمل على توفير هذه الدرجة المعتدلة للطيور مثلا عندك يا صديقي عدة طرق لكي تحافظ على درجة الحرارة في هذا المستوى هي عن طريق ما يلي إما المكيف الغير مباشر ويفضل لو كان صحراوي لأنه يوفر نسبة من الرطوبة جدا جميلة للطيور مع جعل منفذ لخروج الهواء وتفريغ البرد في الغرفة كالشبابيك مثلا أو المروحة العادية مع فتح الشباك لغرض تحريك الهواء وتجديده وانتبه جيدا من عدم توجيه الطيار الهوائي الخارج من المروحة إلى الطيور مباشرة لأنها تضر بصحة الطيور والهدف منها أو الغرض منها كما ذكرت لكم هو تجديد الهواء داخل الغرفة فقط وترويش الطيور أو تقديم حمام سباحة أو المسبح في الصباح الباكر بماء فاتر ونظيف مع الحرص على تجنب أي طيارات هوائية في المكان طبعا بعض المربيين قد يسأل هل الماء البارد يفي بالغرض؟ لا وألف لا لا ننصح مطلقا بوضع الماء البارد للطيور لأنه مباشرة ستكون سبب في إضعاف لجهاز المناعة الداخلية الموجودة في الطائر مما يؤدي إلى تحرق البكتيريا ومهاجمتها لجسم الطائر بكل شراسة وبخصوص التشميس ننصح بشمس الصباح الباكر وننصح بشمس الغروب وكلاهما تفيان بالغرض في فصل الصيف نظرا لحدة الشمس وقوة أشعاتها العمودية في وسط النهار أو وقت الظهيرة ولا بد أن يكون لديك وعي كافي بأن الجو الحار لطيورنا يجعل منها تشرب الماء بكميات كبيرة فأحرص على أن يتغير الماء الفاتر يوميا خصوصا لو قام الطائر بالاستحمام مع نفسه حيث أن الماء سيكون ملوث وما هي الأمراض التي نواجهها في فصل الصيف بشكل اعتيادي أولا ضربات الشمس والصرع بسبب إهمال المربي وترك الطيور لفترات طويلة تحت أشعات الشمس العمودية وقد وجدنا نهايات جدا مؤسفة بسبب الإهمال فالشمس قوية جدا يا إخوان ولا يتحملها البشر فما بالك بطائر ضعيف قد سلم نفسه وروحه في قفص تمتلكه أنت ثانيا الإسهال والزكام بسبب التغيرات الفجائية في درجات الحرارة إما بسبب المكيفات وطياراتها الهوائية الباردة والمباشرة على الطائر ولفترات طويلة أو ترك الماء لفترات طويلة دون تغيير مما يجعل من بقايا البذور تتعفن للأسف مما يجعل الطيور تصاب بالإسهال الحاد ثالثا الجفاف أيضا يسبب عدم الوعي عند الطائر في تعريض الطائر لأشعة الشمس والجفاف إن لم يتم تداركه يؤدي لفشل في معظم أعضاء جسم الطائر الحيوية وبالتالي الموت للطائر لقدر الله رابعا نتف الريش الذي يحصل بسبب الإهمال أو عدم الترويش أو عدم تقديم حمام السباحة أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المكان على الطائر وفي النهاية أتمنى من الله بأن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولو القليل وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائدة على الجميع وبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا إخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس إشعارات القناة حتى يصل إليكم جديدنا في كل ما يخص طيوركم وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف أسفل الفيديو ولمن لديه أي سؤال أو استفسار يمكنه وضع في الطعليقات أسفل الفيديو وسوف يتم الرد عليكم في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ولا تدخلوا علينا بطعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجزاكم الله عني خير الجزاء وغفر الله لي ولكم ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته